يعني موضوع ناوي الكويت شون الحال الباحة تقول لنروح للمحكمة طب هالمحكمة تأخذ سنين وقدمهم يستعدين ما إلى حال ثاني لازم تنحل يعني ما تبقى يششكل شون رأيك انطينا حال بحيث من يسمعك المواطن الكويتي يقتنع بيك ومن يسمعك المواطن العراقي يقتنع أسا أنت جاءت تتكلم جنابك الكريم بس مشاهديك مو بس عراقيين مشاهديك أيضا شقاءنا بدولة الكويت وبالخلجة ما يقولك هم رجاعنا ايش يتجاوبهم يعني شون تقلعهم شون بحيث يسوي تفعيل شعبة وإلا حال هذا الموضوع نعم السادة انور يعني الإنسان يتوفى والدي يصير ورث يعني مهما هم يكونون أخوان بس يحاسب أخوه على الشبر يعني ما بها زعل إنه كل من يحاسب على حقه احنا منقول للأخوان الكويتين لا تدافعون حقوقكم لكن احنا نعاتب على حكوماتنا اللي تتنازل عن حقوقها يجب احنا نقول اكو المشكلة المشاكل بيننا وبين الكويتين قسم قسميا قسم يتحملها النظام السابق بالقرار المجلس الأمن 833 هذا قرار أممي انت ما تقدر تغيره لكنه بحالة واحدة احنا نقدر نغير القرار الأممي إلا إذا رحنا إلى الفيتو القانوني اللي هو الحلول الرضائية زين الحلول الرضائية شلون نروح نتوسل بهم نترجاهم ويا مو قضية عشائرية وناخذ لهم ناس سادة وخيرين ونروح نتوسل بهم لا السياسة الدولية احنا ضد الفكر العسكري احنا حلولنا كلها اقتصادية حلولنا قانونية دبلوماسية فاحنا اكو حلول لكن الحلول شرح تفاصيلها بالإعلام تخدم الطرف الآخر احنا ما دام احنا ما عندنا فكر للعنف اذا الحلول مقبولة فلذلك احنا نقول الطرفين شني الحلول الرضائية اللي ممكن ان نوصل لها هي اذا كان اكو ملفات على الجانب الآخر من احنا نعرض ملفات نوهم معدهم ملفات يصير مبدع اسقاط ملف مقابل ملف اذا كان الاشقاء الكويتين يسعون الى معالجة المشكلة جذريا ان يتجهون لهذا الاتجاه بدل من ما يعتمدون على بعض ضعاف النفوس من السياسين العراقيين لان ما خدموهم الدليل من الفين وثمانية احنا الفين واثنين وعشرين الكويت ما قدرت تبني ميناء مبارك بعلاقاتها مع بعض السياسيين من ضعاف النفوس لكنه احنا آني بالنسبة لعرضة مقترح قلت الاشقاء الكويتين هذا ميناء الفاو جيبوا امالكم يصير مشروع مشترك مقابل انه انت تركولي خارع عبدالله للملاحة لا يضايقون بي يصير مشروع مشترك تكامل اقتصادي عراق كويتي الكويت تستفيد العراق يستفيد دون رشوة لا رشوة ولا هدية ولا عطاية ولا تحتاج السياسيين تتعامل مع ناس وطنيين ينطونك حلول تكامل اقتصادي ما بين البلدين ممكن ان يحقق ونوصل الى حلول نهائية وجذرية والدليل الحلول اللي هم تجهوا بها من الفين وثمانية الاثنين وعشرين ما قدروا يعالجونها لكنه الحلول العقل المنطق ونحن نحافظ على حقوقنا وحقوقهم نطرح الحل يفيد بلدنا ويفيد بلدهم هذا يصير تكامل اقتصادي مشترك ممكن ان يناقش بالغرف الحكومية يعني مو نشرح التفاصيل بالإعلام حتى ان الطرف الآخر يعرف كل التفاصيل